اشتركوا في القناة عن قائمة الحكومة الجديدة التي حافظت على مفاصيلها الأساسية وجعلت من التغيير شكليا فقط استهدف الحلقات الضعيفة وعرفت قائمة الحكومة التكنقراطية التي ضمت 25 وزيرا غير متحزب تمثيل حزب جبهة تحرير بثلاثة وزراء فقط وتجمع الوطني الديمقراطي بنفس تمثيل في حين ارتفع تمثيل النسوي إلى سبعة وزراء كما تم ترقية واليين اثنين جريدة الخبر في نفس السياقة عنوانات بوتفليقة يجري عملية ليفيتينغ على الحكومة بلمسة نسوية مواصلة تضمن الطاقم الحكومي الجديد الذي أعلن عنه بيان لرئاسة الجمهورية 12 عضوا جديدا مقارنة بتركيبة حكومة ما قبل الانتخابات الرئاسية والتي تميزت بلمسة نسوية إذ عين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سبعة وزيرات صحيفة وقت الجزائر لم تحد عن حدث إعلان حكومة السلال وعنونت 12 وزيرا جديدا ووزيرين متدبان في تركيبة الجديدة لحكومة السلال لتضيف الجريدة لم يفرد رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة ووزيره الأول عبدالمارك سلال في الوجوه التي تقلدت مناصب المسؤولية في الوزارات السيادية وهي الخارجية والداخلية والدفاع والعدل والاحتفاظ بكل من الوزيرين عمار بن يونس وعمار هول في خيار يرمي إلى الحفاظ على الاستقرار ونختم بيومية البلاد التي تناولت حدث دعين الوزراء من زاوية أخرى وعنونت غلم الله خالد تومي باب أحمد وزملائهما المغادرون هذا ما سيحتفظون به من امتيازات لتوضح أكثر سيحصل بعض الوزراء المبعدين من الحكومة على راتب شهرية يخص تقاعدهم من الصندوق الخاص للإطارات السامية للدولة والذي يشترط مقابل منحه راتب وزير المتقاعد بنسبة 100% أن يكون المعني عامل لمدة 20 سنة في مختلف الوظائف منها 10 سنوات يكون معينا فيها بمرسوم رئاسي ويمكن الوزير المغادر خاصة إذا حول لمهام أخرى أن يحافظ على بعض الامتيازات لمدة 6 أشهر منها السيارة الرفيعة وسائقها وكذا تكفل الدولة بالدفع فاتورة الهاتف النقال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر